مرحبا بكم في قناة تحفة يوب لتقرب من الجزائر وتكوين تحلفت معها لتخرج سعودية بخرج فردة من نوعها تؤكد بها متنة العلاقة بين البلدين وحب سعودية الخير للجزائر حيث أرسل الملك سعودي وزير خارجيته للجزائر فيه مهمة خاصة إذ أكد وزير الخارجية سعود الأمير فيصل بن فرحان دعم بلاده سعودية لترشح الجزائر وتطلعها للسلام مقعد في مجلس الأمن دولي وأدف وزير الخارجية سعودي بعد استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون أن بلاده تتق في الجزائر وستكون لعبا أساسيا في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي وتبع المتحدث أن قيادة المملكة العربية السعودية ترس طبقا في الرؤى المقدمة من قبل الرئيس تبون مضيفا كذلك أن التوافق بين البلدين واضح جدا في الملفات الهمة التي تهم بلدين وتهم أمن المنطقة والعالم وأدف وزير الخارجية سعودي أنه تحدث مع الرئيس عبد المجيد تبون عن الدعم المتبادل فيما يتعلق بالعمل دول المشترك مع العلم أن أنظار لعلم وجهات إلى الجزائر والسعودية خاصة بعد أزمة الروس ودول العرب وبحث تلك الدول عن بداء لغاز ونفط الروس وإجادهم في الجزائر والسعودية من بين أهم البدلة والكل يحاول تقرب منهما لتمكن من إقناعهما لشراء منهم كميات إضافية خاصة مع قيم الجزائر والسعودية بزيادة الإمتاج بجانب إعلان اكتشافات ضخمة والجزيدة فقد عادت حالف الجزائر السعودي بقوة مؤخرا وعلى كور الأصعد وأربك الخصوم خاصة مع التبادل التجاري الضخم بين البلدين وتوجه رجال أعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر باختيارها كوجهة أولى دون غيرها هذا وقال وزار الخارجي السعودي مضيفا أنه تم منقشة كافة القضايا الهم بين البلدين واستمعت إلى توجيهات الرئيس بون فيما يتعلق بتعزيز تعاون تنائي بين بلدين في كافة المجالات وأضف أن ذلك يستطبق مع توجيهات القيادة السعودية التي ترى أن العلاقة ستنائية بين البلدين أساسية في العمل العربي المشترك مؤكدا أن هناك توفق في القضايا العربية والإقليمية كما أن هناك اتفاقيات قوية قادمة بين الجزائر والسعودية وتتبعها زيارة لوفود من الطرفين باستمرار لتعزيزها بين الجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين لبحث العلاقات السنائية وكذا أبرز القضايا الإقليمية والدولية وبهذا ستقوى العلاقات ويزاد التقارب وتخسى في أي خلافات ممكن ويجعل العلاقات صفحة بيضاء والعمل مشترك بمصالح مشتركة والترابع بما بدأ الاحترام الأخوة فوق كل هذا فما رأيتم في ذلك؟ هذا وفي خبار منفصل أخبار اليوم تفاهم جزائر تركي وحفتر في ورطة وهدم حالة في الحدود والخارج تصنع الحدث عالميا وكيف وجد حفتر نفسه معزولا وما دفع المجددا وما دعني الروس والدور وهكذا كانت المفاجأة المدوية بداية التقارب تركي الجزائري يحصر حفتر وأتباعه فبعد أن كان الأخير مستفيدا لسنوات من وجهة النظر المختلفة بين الجزائر والتركيا والموقف في القضية الليبية انقلبت الأوضاع على حفتر فجأة كليا بعد الاتفاق الجزائري التركي وتبنيهما موقفا واحدا يصب في مصار كله ضد حفتر ورسم له العديد من الخطوط الحمراء كلها لحماية شعب الليبي الشقيق من أتباع حفتر وتحركاتهم والخطوط الحمراء سواء في ترابلوس أو في الحدود المشتركة إذ أصبح تأثير الجزائر قويا بعدما كان الروس أيضا إلا أن الروس منشغل بأزمتهم المحيط بهم حاليا لتخلو الساحة أمام الجزائر لتفرض كلمتها لصالح الشاب الليبي الشقيق أين فقد حفتر وأتبعه صوابهم بعد الزيارة الأخيرة للرئيس بون إلى تركيا ويعرف جيدا أن التهديدات من الجزائر وتركيا له ليست بالمهمة ولن يجرأ على محاول التحدي في الميدان لأن الأخير انتهى ولم يبقى الكثير ليبعد من الوجهة كليا خاصة وأن حفتر مغضوب عليه من طرف الجيش الجزائري الذي حدره من أي تحركة مشبوهة تكون توقيعا على نهايته هو ومن معه هذا هو عن تصريحات من الرئيس بون في تركيا التي جن جنون حفتر بسببها قال الرئيس بون في ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس أردوان أن هناك اتفاق جوهر مع الأشقاء في تركيا على ضرورة إرجاع الكلمة لشعب الليبي حتى يقرر مصيره عبر الانتخابات مؤكدا أن تسوية الأزمة الليبية تتم عبر تنظيم انتخابات نزيها ويمكن للبلدين الجزائر والتركيا المساعدة في تسييرها مشيرا إلى أن الجزائر والتركيا لهم نفس وجهة النظر وتساعدا شعب الليبي على التحرر وإعادة الأمن والاستقرار مع العلم أن هناك بعض الدول لا تزال تدعم حفتر إلا أن الأخير محكم عليه بالفشل والنهاية فذل رفضه من طرف الشعب الليبي وتحرك الجزائر التركي وكاد تخلي عنه بعض الدول التي كانت استعملته كدمية ورمزة بعد الانتهاء منه واختاروا مصارا آخر هذا وأشهد الشعب الليبي في الجزائر بسبب مواقفها اتجاه أزمة بلادهم ومساهمتها في الحل مطالبين لمساعدة أكثر والمساهمة في إحلال السلام لتعود لهم البسمة والهناء كما كانوا من قبل هذا ومن جهة أخرى هناك اهتمام على الموقف في الجزائر التركي لأن هذا الموقف المشترك يؤثر كثيرا على الوضع ويقلب الموزين وأخلط حسابات حفتر ومن معه في دل سراع آخر في الطرف الآخر بين الروس والغرب فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومن جهة أخرى أخبار اليوم وتركيا تلجأ للجزائر لتخلص من الغاز الروسي فهل ستعودها الجزائر وماذا حدث بالتفصيل والعلاقات في القيمة؟ بداية تركيا هي الأخرى دخلت الخطة لمحاولة إقناع الجزائر شراء كميات إضافية من الغاز الجزائري فالمنافسة تشتد خاصة في الوقت الحالي مع كون الجزائر بدأت فقط مؤخرا بزيادة الإنتاج ولمضاعفته بكتفى يتطلب المزيد من الوقت هذه الدول تتسرع على غاز الجزائر لأنها أيضا تسرد سريعا التخلص من الغاز الروسي تدريجيا رغم صعوبة هذا الأمر خاصة على المدى القريب نظرا لكون الروسية تنتج كميات هائلة وهي الأعلى هذا ومع دخول تركيا الخط هناك تفاؤل في الصحافة التركية أن تقبل الجزائر أي طلبات مستقبلية وحالية لشراء الغاز بالنظر للعلاقات القوية والمتينة التي تجمع البلدين فهناك تقارب تركي جزائر رفع المستوى وأردوغان حسب صحف تركية يتولى شخصيا ملف تقر من الجزائر ومغازلتها بالإستمراز ضخمة وزيادة تبدل التجاري معها مع العلم أن أردوغان حضر بنفسه مرسم توقع بين الجزائر وتركيا عقد الغاز بخم سنوات إذ أن الجزائر تزود تركيا بكميات ضخمة من الغاز قدرت بعد الزيادات 5.4 مليار متر مكعب سنويا والآن مرشح للارتفاع في ذلك توجه تركي نحو الجزائر وسيمكن الاتفاق من تعزدين مع العلم أن الشركة سنواتراك الجزائرية للمحروقات كانت وقعت مع شركة تركيا عقدا ضخما شرع من خلاله في تنفيذ مشروع بيترو كيميوية بولاية أدنى جنوب تركيا وبمجب ذلك الاتفاق بينهما تصدر سنواتراك 450 ألف طن من غاز البروبان إلى المصنع كمادة أولية لإنتاج مادة البليون تروبيلان كمدة أولية لإنتاج مادة البلو بروبيلان وهي مادة أولية للبلاستيك وتستخدم في صناعة سيارات والنشيج والصيدلة مع العلم أن تركيا تستمر ملاير دولارات في الجزائر والتبادلات التجارية بين الطرفين تقدر بالملاير كما زادت وزيرة الاستثمار والتقارب بين الجزائر وتركيا منذ مجال الرئيس بولد الرئاسة وعلاقته الجيدة والممتزة مع الرئيس تركي أردوان هذا وهناك دول تركيا إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب